موسيقى خلال افتتاحه قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية الرئيس السيسي يؤكد عدم التسامح مع من ينفقون المليارات لتمويل الارهاب داخل مصر والدول العربية الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعات دديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية للمرة الأولى في حفل واحد جنايات القاهرة تقضي بالأعدام شنقا على 28 متهمة ليدانتهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات تحية لكم مشاهدين الكرام ونرحب بحضراتكم في مستهل بانوراما نيل الرابع عصرا بتوقيت القاهرة تغطية اخبارية شاملة اهلا بكم الى تفاصيل الاخبار قال الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم انه لا يمكن تصور امكانية القضاء على الارهاب من خلال مواجهته ميدانيا فقط والتغافل عن شبك التمويله ماديا ودعمه لوجستيا وتغويق له فكريا واعلاميا واضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بافتتاح قاعة محمد نجيب العسكرية وتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية قال انه لا يمكن التسامح مع من يمول الارهاب بمليارات الدولارات ليتسبب في مقتل المواطنين في مصر والدول العربية بينما يتشدق بحقوق الاخوة والجيرة ان الارهاب ظاهرة معقدة لها جوانب متعددة ولعل من اهمها وطال الصبر عليه هو دور الدول والجهات التي تقوم برعاية الارهاب وتمويله فلا يمكن تصور امكانية القضاء على الارهاب من خلال مواجهته ميدانيا فقط والتغافل عن شبك التمويله ماديا ودعمه لوجستيا والترويج له فكريا واعلاميا ولا يمكن التسامح مع من يمول الارهاب بمليارات الدولارات فتسبب في مقتل المواطنين بينما يتشدق في ذات الوقت بحقوق الاخوة والجيرة ولهؤلاء نقول ان دماء الابرياء غالية وما تفعلونه لن يمر دون حساب واكد للجميع ان مصر ستظل على عهدها دولة محبة للسلام وداعمة له بكل قوة جنشها وشرطتها ومفكريها وجميع ابنائها وستظل عصية على الردوخ لتهديدات الارهاب ومن يقفون وراءه كما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان وجود عدد من الامراء والوزراء العرب دليل على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات وضف الرئيس ان قاعدة محمد نجيب شهدت تطويرا يجعلها تضاهي احدث القواعد العالمية كما اشاد بابناء جيش مصر العظيم وما تلقوه من تدريب لينالوا شرف الدفاع عن الوطن احتفل اليوم معا بتخريج دفعات جديدة من شباب مصر الاوفياء لينضموا الى جيش مصر جيش مصر العظيم في مختلف افروعه متسلحين بما تلقوه في كلياتهم ومعاهدهم من علم حديد وتدريب راق وبناء متكامل للشخصية وعقيدة قتالية وطنية لينالوا عن جدارة واستحقاق شرف الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وصون كرمة ابنائه ورفع رايته عالية خفاق دوما باذن الله نحتفل اليوم كذلك بافتتاح صرح عسكري جديد يجسد ما وصلت اليه القوات المسلحة المصرية من تطوير يداهي احدث القواعد العسكرية في العالم صرح يحمل اسم الرئيس الراحل محمد نجيب تكريما لإسهامه الوطني وبرهانا على وفاء مصر لابن من ابنائها تصدى للعمل الوطني في لحظة دقيقة وفارقة وجه الرئيس عبد فتح السيسي تحية تقدير واعتزاز لأرواح شهداء مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة ممن ضحوا بأرواحهم لحماية مصر وشعبها وأكد الرئيس أن مصر وشعبها يعلمون حجم التضحيات التي قدمتها أسر الشهداء مشيرا أنهم سيظلوا دوما محل رعاية الوطن وعنايته وأن الشهداء الأبطال سيظلون رمزا للإلهام وقدوة للتضحية للشهداء وأسرهم والمصابين وأسرهم أنتم قدمتوا حاجة عظيمة جدا قدمتم أبنائكم لمصر عشان تبقى مصر واللي أصيب أصيب لك لخاطر مصر عشان تفضل مصر وقفة وقفة قدام إرهاب وتطرف ومحاولات لإسقاط الدولة المصرية والحفاظ على شعب قوامه تقريباً مئة مليون أمر ليس باليسير واللي لازم تكونوا عارفين أنه هم دايماً بيحاولوا ينالوا من معنوياتكم وروحكم المعنوية وأنا الحقيقة حرست على أن إحنا كنم موجودين هنا النهاردة عشان أقول لهم أبداً أبداً لن تستطيعوا النيل من مصر لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائنا في المنطقة وبس عايز أقول كما أوضح الرئيس السيسي أن هيكل الاقتصاد المصري على مدار عقود طويلة ونتيجة لأسباب متعددة لم يقم بدوره الأساسي في تحقيق الاستفادة المثلى من موارد البلاد وأشار الرئيس السيسي إلى أنه نتج عن ذلك تراكم أزمات الاقتصاد حتى ارتفعت تكلفة إصلاحه وبات على هذا الجيل حتماً لا اختياراً أن يتصدى لهذه المهمة ويوصل أساس المثين لمصر جديدة متقدمة ينعم شعبها بالرخاء والازدهار أتساءل معكم بصراحة ووضوح أتساءل معكم بصراحة ووضوح ما هو شكل المستقبل الذي نرجوه لمصر فإذا كنا متفقين جميعاً على أننا نريد أن نرى بلادنا قوية حديثة متقدمة ينعم الجميع فيها بالحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق والخدمات التعليمية والصحية المتميزة فإن هناك التزاماً أخلاقياً ووطنياً على كل منا بأن يدرك وينقل للناس إدراكه أن سبيل تحقيق ذلك هو الإصلاح الاقتصادي الجزري والشامل والصبر على أعبائه حتى يحصد ثماره وللمزيد من التحليل نضم إلينا عبر الهاتف ألواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة سيدة ألواء تحياتنا أولاً لحضرتك أهلاً سأخير أهلاً سأخير نوريا فاندم افتتاح أكبر قاعدة عسكرية بالمنطقة وبالشرق الأوسط يعني أهمية هذه القاعدة وماذا تقدم لمصر سياسياً وعسكرياً كبديل عن المدينة العسكرية التي كانت موجودة في نئزات المنطقة في مدينة الحمان يعني القاعدة العسكرية دي بتأوي قوات المسلحة لحجم المحدد هذا الحجم هو اللي لازم بتأمين هذا الاتجاه الاستراتيجي استمار كممكن أن القوات دي تبقى كل واحد في واحدة بعيدة عن الآخر لما يجين تجريبه لأماكن قواءه لأماكن اللي يتضرب فيها ولكن وجودهم كلهم في مكان واحد ده بيوفر لي أن ما يجيني تجريب كلها المتقدمة تبقى لجميع الوحدات لو كان تجريب فرج أو تجريب مجمع تجريب متقدم تجريب تكتيشي على ما يجين تجريب إرستروني على أعلى مستوى وده موجود لنقلل الاستثلاثة لصالح حيث نسبع فيه كلهم في مكان واحد إذا المكلف هو عايزة تتضرب بتتحرك من مكان لمكان لا موجودين أيضا أماكن اللي وقت ببعتهم موجودة جاملة أماكن الترفيه ومركز الهوايات ببعتهم الملاعب كلها بكل أنواعها موجودة إذن هذا الجندي أو هذا الضابط في هذا المكان لا يفكر في شيء إلا مهمته القتالية فقط يمثل من دماغه وخالص أي ضغط موجودة إذا كان يحتاج أي خدمات للشركية بتتأديله وبتتوفر له على أعلى مستوى أماكن تجريب على أعلى مستوى موجودة جامله إذن لا مجال إلا للتخصير في مهمته القتالية وإنفراد بيها فقط في الوقت هذير في وقت احنا قلنا أنها موجودة بهذا الحج وبهذا المنظر اللي أمثلوفه نبعث رسالة للعالم كله سواء كان من يريد السر لمصر بنقول لهم أن هذه القوات اللي موجودة دي كلها بتقول حاجة بسيطة جدا العايد يأذي أي مخلوق في مصر أو يهدد ذر رمل في مصر ممكن بس قبل ما تهددها تعرف أنك هتواجه النجد كلها ولجب أن تفقد على هذه القوات قبل ما تفكر أنك تهدد أي إنسان على أرض مصر سات اللواء وجود القاعدة في هذه المنطقة الجغرافية هل بتخدم هذه المنطقة جغرافية وتحمي حدود مصر الشمالية والغربية وأم هناك يعني بتوسع فكرة الاستخدام لمناطق أخرى وهل نحن بحاجة إلى إنشاء قواعد عسكرية أخرى في مناطق حدودية مختلفة يعني هو أنا بجمع الناس ده بيدي منقول إيه تفكيلات اللوجستية تفكيلات في التجريب تفكيلات في الخدمات اللي بتؤدي بيهم ده اتعمل هنا في المنطقة الشمالية وده مهمتها هي حماية الإسكندرية والسحل الشمالي في متاركة في اعتبارة من بعد فجأة اتجاه الضبعة وحتى السلوم المنطقة الأسكرية الغربية بتتاركة في جزء من السحل الشمالي وشوفنا قريباً أمامنا فيه بالوقت في فرقة 21 في قيادة المنطقة الغربية شوفنا الفرقة الرابعة فلتيش الثالث شوفنا الفرقة السابعة فلتيش الثالث كل واحدة من دول أو كل تشتين من دول له مجينة أسكرية هنا الإسكندرية نظر لطبيعتها فاتجمعت بقاعدة بهذه الصفة كل موجود منطقة فيها قوات بيتوفر لها كل هذه الخدمات ولكن في الإسكندرية احنا بدأنا النهاردة بقاعدة محمد نجيب ممكن بعد كده يبقى مثل هذه القواعد تتكرر في اتجاهات أخرى لنفس الشكل اللي احنا عايزينه ده لأن ده بيدينا كجميع أسهل توفير في التكلفة بالنسبة لأي قوات ولأي أعمال تجريب لأن كل الحاجات بتبقى يمتناول في منطقة جنب القوات مباشرة والكل بيستخدمها مع بعض أيضا أنا جنبي هناك في قاعد القواعد العسكرية القواعد الجوية في قاعد الإسكندرية البحرية فأيضا عندي جميع أصدع قوات المسلحة في تعاون كامل مع بعضها في مكان واحد فمنظم أن نقول الاشتجاه الاستراتيجي الشمالي مؤمن تماما بأزيل قدرة أشكرت شكرا جزيلا سيادة اللواء نصر سالم رئيس بهذا الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة كان الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد افتتح قاعدة محمد نبيب العسكرية في مدينة الحمام غرب الإسكندرية التي تعد أضخم قاعدة عسكرية برية في الشرق الأوسط وأفريقيا وعقب رفع الرئيس السيسي على مقوات المسلحة على قاعدة محمد نبيب العسكرية استحب الرئيس السيسي ضيوف الوفود العربية المشاركة لتفقد قاعدة مستقلين سيارة مكشوفة كما افتتح الرئيس السيسي أيضا ثلاثة معسكرات في عدد من المناطق والديوش الميدانية في إطار خطة الدولة الاستراتيجية شارك في الاحتفال كل من الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد نائب ملك البحرين ووزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وأنشأت القوات المسلحة قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام وقاعدة بران العسكرية بالمنطقة الغربية تنفيذا لتوجهات بتحويل المدينة العسكرية القديمة إلى قاعدة متكاملة تحمل اسم اللواء محمد نجيب سطرت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مدار عامين ملحمة جديدة لإنشاء جميع مباني الوحدات المتمركزة بإجمالي 1155 مبنى ومنشأة تم اجتملات الإنشاءات الجديدة على إعادة تمركز فوجة لنقل الدبابات تتسع لنحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات ثقيلة ولتحقيق منظومة التدريب القتالي تم إنشاء 72 ميدانا متكاملا يشمل جميع ميادين التدريب التخصصي وميادين رماية الأسلحة الصغيرة ومجمعا لميادين الرماية التكتيفية الإلكترونية باستخدام أحدث نظمي ومنقلدات الرماية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما شهد الرئيس السيسي تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية للمرة الأولى في حفل واحد وخلال الحفلة الذي حضره أمراء وسفراء عدد من الدول العربية قامت مجموعات من طلبة الكليات بتقديم عروض عسكرية تظهر مكفى سبوه من مهارات بدنية وتدريبية كما استعرض الطلبة مهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة ومهارة إخلاء وسيلة النقل وعبور الموانع المشتعلة تلاها عرض للموسيقات العسكرية وقدم فريق الألعاب الجوية أو النجوم الفضية عرضا للكوات الجوية حيث رسم عالم مصر بالدخان في سماء العرض تحية لرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر وخلال الاحتفال كرم رئيس السيسي أوائل الخارجين بمنحهم نوط الواجب من الطبقة الثانية ثم أدى جموع الطلبة بعد ذلك قصم الولاء أمام سيادته وأهدى أوائل الخارجين الرئيس السيسي درع الكليات العسكرية كهدية تفكرية ثم أهدى أوائل الكليات ذات الطابع المدني الرئيس السيسي المصحف الشريف وأكدى الطلاب الأوائل رغبتهم في خدمة الوطن وحماية مقدساته وتصدي لكافة التحديات التي تواي بهها نصر أدنائك يعيدونك أن يكونوا على قدر المسؤول ونحن جنبا إلى جنب مع إخوتنا من خلال المعاهد العسكرية وكلية الشرطة في لوحة وطنية مشرفة عاهدت فأوفيت فسعينا جاهدين نفذ القصارى جهدنا في سبيل رفعة وطننا الغالي وتقدمه أدركنا ما تمر به بلادنا من تحديات عدة فصار كل منا في مكانه درعا لهذا الوطن الغالي وفي كلمتي خلال الاحتفال أكد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية أن ثورة اليو عام 52 جاءت لتدشن حكما وطنيا يمثل جمعة الشعب المصري وإنشاء جيش وطني قوي وأضف صبحي أن افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية يأتي استكمالا لمسيرة رجال القوات المسلحة على مر عصورها المجيدة واستكمالا لمسيرة الأبطال من رجال القوات المسلحة على مر عصورها المجيدة تشهدون افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية يرفرف عليها علم مصر قفاقا بالعزة والكرامة دعما لقدراتها العسكرية شيدتها أداء مصرية خالصة لا تعرف المستحيل ويقوم عليها رجال أوفياء آمنوا بربهم ووطنهم وأمتهم العربية ومستعدون ببأسهم الشديد والتضحية والفداء لرد الصاع صاعين لكل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامة شعبها أو أمن وسلامة أمتها العربية كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي متحف محمد نجيب واستمع إلى شرح مفصل عما تضمنه المتحف من مقتنيات وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن أهداف ومراحل إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية حيث انتهت القيادة السياسية من إنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية بحيث تكون التجمعات القتالية قوية وقادرة على تنفيذ كافة المهام من أبرزها هذه القاعدة الجديدة التي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض نصر وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات والتشكيلات العسكرية عبر الفيديو كونفرنس وقد شهد الرئيس افتتاح تطوير ورفع كفاءة الفرقة السابعة مشاه ميكانيكي معسكر المشير أحمد بدوي بالإضافة إلى افتتاح المدينة السكنية لهيئة قيادة الفرقة الرابعة المدرعة معسكر اللواء محمد عبد العزيز كما شهد الرئيس السيسي افتتاح قاعدة براني العسكرية معسكر الفريق حسن علي أبو سعدة وفي تصريحات خاصة لقناة النيل الأخبار تحدث اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكليات الحربية ومدير مكتب التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية عن شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية لعام 2017-2018 قيادة العامة للقوات المسلحة التوجهات انتقاء أفضل العناصر المتقدمة من الناحية العلمية والطبية والرياضية والنفسية وبالتالي بيبدأ الاختبارات لأي طالب مقدم به الاختبار السمات وديت بعض معلومات بنتأكد أن الطالب عنده قدر من المعلومات عن مصر وعن باقي دول العالم ثم الاختبار الطبي وفيه معايير طبية للكليات العسكرية ثم الاختبار الرياضي ثم الاختبار النفسي ثم كشف الهيئة ثم اختبار الطبي المتقدم ثم الرياضي المتقدم ثم معلومات عامة عن مصر احنا بندي له سيدي فيه معلومات عامة عن مصر وهو بيذكره بنمتحنه فيه نتأكد أنه بقى عنده كم كبير من المعلومات عن مصر وإجمال الدرجات التي تحصل عليها الطالب تبقى من ألف درجة هي دية المعايير للقبول تبقى لإجمال الدرجات المتحصل عليها ويتزامن افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية مع احتفالات النصر بالذكرى الخامسة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المديدة والتي ما زالت حتى وقتنا هذا تمثل أكبر حدث في حياة المصريين وتاريخ البلاد وقامت ضباط الأحرار بثورة يوليو بسبب حرب 48 التي ضاعت فيها أرض فلسطين وفشل المساعد الدولية لإجلاء القوات البريطانية عن مصر هي واحدة من أهم أحداث القرن العشرين ثورة العصر الذهبي لطبقة العاملة الكادحة هي ثورة الثالث والعشرين من يوليو التي ما زالت في ذكرها الخامسة وستين تمثل أكبر حدث في حياة المصريين والتاريخ من أبرز أسباب قيام الثورة حرب 1948 وضياع فلسطين وفضيحة الأسلحة الفاسدة وقيام الترابات الداخلية وفشل المساعد الدولية لإجلاء القوات البريطانية وتقليص حجم وحدات الجيش الوطنية بعد فرض الحماية البريطانية على مصر هذه العوامل دفعت بتنظيم ضباط الأحرار بالتعجيل بقيام ثورة يوليو حتى غادر الملك فاروق مصر في السادس والعشرين من يوليو من عام 1952 وتم إلغاء الملكية وأعلان الجمهورية في عام 1953 تميزت ثورة الثالث والعشرين من يوليو التي عرفت في بدايتها بالحركة المباركة بأنها ثورة ضيضاء لم ترق فيها الدماء وبأن من قام بها جيل من الضباط وشبان حيث كان تشكيل الضباط الأحرار ذا طبيعة خاصة لا ينفرد باتجاه معين ولا ينتمي لحزب سياسي واحد وسرعان ما اكتسبت ثورة يوليو تأييدا شعبيا حيث قاضت على الإقطاع وأصدرت قانون الإصلاح الزراعي وأمامت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وألغت الطبقية بين الشعب المصري ومن الإنجازات السياسية لثورة الثالث والعشرين من يوليو تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية وسيطرت على الحكم في مصر بعد توقيع تفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاما من الاحتلال أما على الصعيد العربي فقد تمثلت إنجازات ثورة يوليو في بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين وتوحيد وحشد الجهود والطاقات لصالح حركات التحرر العربية وتشكيل حركة عدم الانحياس وفي شأن مصري آخر قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم برئاسة المستشار حسن فريد وبإجماع الأراء بإعدام ثمانية وعشرين متهما وذلك لإدانتهم باختيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات وتضم القضية سبعة وستين متهما من عناصر جامعة الإخوان الإرهابية وتشمل وقع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد ويزيد الفرقة بين أبناء الوطن طالبت مصر إسرائيل بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى وعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن قلقها البالغ من تدعيات هذا التصعيد واستيائها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ضراء الاستخدام المفرط للقوة وشددتها الخارجية المصرية على ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية ترجمة نانسي قنقر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كوبر غرب رمالة ودهمت منزل شاب فلسطيني تحت مزاعمة أنه نفذ عملية طعن في مستوطنة حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب رمالة وقامت باعتقال شقيقة يأتي ذلك غدات يوم دام تصعدت في حدة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فيما سمي بجمعة الغضب ما أصفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة المئات في القدس المحتلة ورمالة إضافة إلى مقتل ثلاثة مستوطنين طعنع وللمزيد من المتابعة معنا ثروة شقرة مراسلة النيل من رمالة ثروة هل هناك تفاصيل أكثر حول اقتحام قوات الاحتلال قرية كوبر غرب رمالة وتداعية هذا التصعيد نعم قبل قليل انتحدت قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي من بلدة كوبر التي تقع شمال غرب مدينة رمالة هذه البلدة التي تعتبر مصد رأس الشاب الذي قام بتنفيذ عملية طعن نساء أحد المنازل في مستوطنة حلميش الواقعة قبال النبي صالح أيضا في رمالة هذا كان بعد تصرحت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ينوي تنفيذ عملية هدم لمنزل الشاب الذي قام بهذه العملية كردد سعر طبيعية كما وصفوها الشبان الفراسيون تصدق قبل قليل للجرفات التي حاولت الوصول إلى منزل البلدة بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد دخل إلى القرية كما نرى في الصور وإعاث فسادا في المنازل واعتقل أكثر من شاب من بلدة كوبر شمال في مدينة رمالة في المسجد الآخر هناك تجدد للمواجهات في القدس المحتلة تحديدا بعد إخامة صلاة العصر في المسجد الأقصى المبارك إلى هذه اللحظة يستمر المصلون بتأدية الصلوات على خارج أبواب المسجد الأقصى المبارك في الحرات والأزقة هناك مواجهات وردتنا قبل قليل أنها تجدد عند مخيم شعفات وأيضا في بلدات في القدس المحتلة أيضا هناك دعوات اليوم من القوى الصفاء الوطنية التي صدر عنها بيان قالت فيه بأنها ستتصاعد من إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية وستخرج في مسجدات يومية ابتداء من اليوم اليوم ستخرج مسجدات في وسط مدينة رمالة وغدا أيضا دعوه لأن يكون يوم غضب وتوجه إلى نقاط التماس كما حصل في يوم أمس الذي أسفر عن الإجراءات الثلاث شبان فلسطينيين وإصابة أكثر من أربعمائة مواطن فلسطيني بجروح متعددة منها من هو جروحه حرجة ومنه من هو متوسطة ستشهد الأراضي الفلسطينية كما نشاهد ونراقب حالة من التصعيد بظل تعنى الإسرائيلي بعض بثالة البوابات وفرق سيازة جديدة إسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك المراقبون لديك كيف ينظرون إلى الأيام القادمة هل تستجيب قوات الاحتلال الإسرائيلية وتخفف هذه الضغوط وتحل المشكلات أم ربما تعاند ويزداد هذا التصعيد الذي أشرت إليه نعم كما تعلمون هناك مشاورات عربية كثيرة سواء كانت مصرية أو أردنية أو فلسطينية بالضغط على حكومة نتنياهو كما ذكرت الصعب الإسرائيلية ووصفت هذا بالنزول أو تساعده بالنزول عن الشجر التي اعتلاحت عاليا هناك من يرى أن أيضا وقفة تنصيق الأمني الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووقفة وتجميل الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ممكن أن يؤدي إلى بلبلة أخرى في الشارع الإسرائيلي نتنياهو لا يريد أن تهدأ الأمور والشرطة الإسرائيلية أيضا ترفض أن تهدأ الأمور وتزل هذه البوابات ولكن الشباكة الإسرائيلية وهو جهاز المخابرات الداخلي يريد أن تهدئت الوضع والثالي هذا الخلاف السياسي داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية ممكن أن يؤدي بعد مع التدخلات العربية الحفيثة والكثيفة إلى تهدئة الوضع ولكن فلسطينيا أقصد هنا بفلسطينيا أي الشارع الفلسطيني والشارع المقدسي تحديدا هو يعني لا يصعد ولكن هو يتعامل بشكل طبيعي بالتفاع عن المسجد الأقصى نعم أشكرك شكرا جزيلا مراسلة النيل من رامالله ثروة شقرة نتحول إلى الملف السوري حيث أعلن الجيش السوري بدأ تطبيق وقف الأعمال القتلية في مناطق من الغوطة الشرقية في ريف دمشق اعتبارا من ظهر اليوم تأتي تلك الخطوة بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية التوقيع على اتفاق مع فصائل معارضة سورية معتدلة خلال محدثات سلام في القاهرة حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية تزامنا توصلت جماعتين مسلحتين في سوريا إلى اتفاق يضع حدا للمعارك التي اندلعت بينهما في محافظة إدلب شمال غرب سوريا وللمزيد من تفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أنور رعد مراسل أنيل من دمشق أنور يعني هل بالفعل أولا نجح الجيش السوري في تطبيق وقف الأعمال القتلية في مناطق من الغوطة الشرقية وما هي الحدود الجغرافية لمناطق خفض التصعيد والغوطة الشرقية هي إحدى هذه المناطق التي تم توقيع عليها اليوم في الاتفاقية بين روسيا والفصائل المعارضة نعم إلهام عندما يعلن الجيش السوري قرارا ما فهو متمسك به إلى أقصى الحدود وأعلنت القيادة اليوم وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق بدءا من ظهر اليوم السبت وأكدت القيادة العامة للجيش في بيان لها أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق من قبل الجماعات الإرهابية الموجودة في الغوطة الشرقية ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان لدارة الدفاع الروسية أن قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا أي في حميمين في مدينة اللادقية أبرمت في وفاة مصرية اليوم السبت اتفاق ضبط عمل مناطق تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية وقرر الجانب الروسي والمعارضة المعتدلة بموجب الاتفاق تسيير أول قافلة إنسانية إلى الغوطة وإخراج أول دفع من المصابين والجرحة اعتبارا من اليوم كما تم في الاتفاق رسم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية وتحديد مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة في الغوطة وصلاحيتها كما رسمت إلحام قطوط إيصال المساعدات الإنسانية وممرات عبور المدنيين وبهذا تكون منطقة الغوطة الشرقية هي ثاني منطقة بعد المنطقة الجنوبية التي هي درعا لقنيترا والسيويدا ليشملها وقف الأعمال القتالية وبالنسبة لحدود المناطق كما سألت ليأتي تأكيد محمد علوش رئيس الهيئة السياسية لجيش الإسلام في التواصل إلى هذا الاتفاق والالتزام به أن هذه الهدنة ستشمل تواجده في ريف دمشق وخاصة مدينة دومة وحولها أما في القلامون الهام استهدف زلاح الجو السوري اليوم لعدة غارات مواقع مسلحي جبهة النصرة في الطريق الفاصل بين القلامون السوري وجرود إرسال اللبنانية وعلى معبر الزمراني من الجهة السورية والذي يؤدي إلى عرسال اللبنانية حيث تستكمل هناك المقاومة اللبنانية عملياتها بدعم جوي سوري حيث يقوم الجيش السوري باستهدافات جوية على خطوط الدعم والمواقع الخلفية لتنظيمات الإرهابية في المنطقة وتمكن من السيطرة على عدة مرتفعات بجرود فليطة بالقلامون الغربي أي بجانب السوري بالوقت الذي أصبح فيه جيش السوري والمقاومة اللبنانية يشرفون ناريا ومباشرة على وادي لعويني الذي يعد بحكم الصاغب أسكريا وهناك أنباء أن جرود فليطة في القلامون أصبحت محررة بالكامل طبعا لا يتوقف نشاط الجيش السوري هنا بل يمتد إلى الرقة وحمص حيث في الرقة دمرت طيران السوري تجمعات وتحركات لتنظيم داعش في الريف الجنوبي الشرقي من خلال توجيه ضربات مكثفة على طرق إمداد وتجمعات لتنظيم داعش في مدينة معدان وقرية بئر السبخاوي بالريف الجنوبي الشرقي وبحسب مصدر عسكري سوري أن الضربات حققت إصابات مؤكدة في صفوف إرهابي تنظيم داعش ودمر العدد من مقراته وآمياته ورشد سؤال آخر يتعلق بالوضع في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ماذا عن الاتفاق الذي وقع بين الجماعتين المسلحتين التي تسيطران على المنطقة هناك نعم هناك كما يعلم الجميع تدور اشتباكات ودخلت دفع من قوات درع الفرات تخيل الوساطة قوات درع الفرات المدعومة تركيا في ريف حلب الشمال دخلت من هناك إلى محافظة إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وسط اجتداد المعارك بين حركة أحرار الشام وهيئة تحريض الشام والتي خلفت جرحة في صفوف المدنيين هذه القوات من درع الفرات التي دخلت تعمل كفصل ما بين حركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام المتحاربة الثانية هناك وهي مجموعات إرهابية على كل الأحوال أشترك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل مراسل أنميل أنور رعد كنت معنا على الهاتف من دمشق أحبطت قوات الجيش اللبناني محاولة قام بها مسلح جبهة النصرة لاختراق مراكزه في جرود عرسال حيث استهدفت مدفعية الجيش اللبناني هؤلاء المسلحين يأتي ذلك في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات الجيش السوري وميليشيا حزب الله من جهة ومسلح جبهة النصرة في جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية من جهة أخرى تتواصل الاشتباكات العنيفة في تلالي عرسال اللبنانية وقرق قلمون بالجانب السوري الاشتباكات تجددت بقصف المدفعية في تلالي عرسال لميليشيا حزب الله وغارات جوية لطائرات سورية على مواقع المجموعات المسلحة كما استهدف سلاح المدفعية في الجيش اللبناني مجموعة من مسلح حزب الله في وادي الدم كانت تحاول تسالل نحو مواقع للجيش في عرسال أدى إلى وقع قتل وجرحة من مقاتل حزب الله حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق أن مقاتلي يشنون عملية عسكرية ضد مسلحين في منطقة جرود عرسال الحدودية مع سوريا انطلاقا من مواقع عسكرية تابعة له على جانبي الحدود اللبنانية السورية الاشتباكات التي بدأت الخميس الماضي بين ميليشيات حزب الله والقوات السورية من جهة والقوات اللبنانية وميليشيات النصرة وصرايا الشام من جهة أخرى أصفرت عن وقوع عشرات القتل والجرحة ويرفض حزب الله وضع صقف زمني للمعركة بينما تعيش بلدة عرسال هدوءا حذرا على وقع الاشتباكات المحيطة بها كان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق أنه سمح لمجموعة من النساء والأطفال بالدخول إلى عرسال من مخيم مدينة الملاهي القريب من مراكز المسلحين نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعض الفاصل الجيش الليبي واصل مطاردة فلول الإرهابيين ببنغازي بعد بسط سيطرته التامة على عدة مناطق ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم ألان موعد النشرة الاقتصادية تفاصيل الأخبار الاقتصادية تأتينا مع الزميل حسام الدين عاطف إليك حسام شكرا لك يا الهام وشكرا لك دكتور علي أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها وزارة الإسكان تفتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي وتطرح كراسة الشروط في الثاني عشر من أغسطس القادم أهلا بكم من جديد أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي عن فتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي ليتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بواقع ثلاثة غرف وصالة بسأة مساحة تصل إلى تسعين مترا في مراحل الانتهاء من التنفيذ بإثنتين وعشرين محافظة بنظام التمليك وأوضح الوزير أن شراء كراسة الشروط يتم من مكاتب البريد في المدن والمراكز ابتداء من السبت الموافق الثاني عشر من أغسطس من ألفين وسبعة عشر وحتى نهاية وقت التقديم على أن يبدأ الحجز من يوم إلى أحد الموافق العشرين من أغسطس وحتى الأربعاء العشرين من سبتمبر من ألفين وسبعة عشر وحول الضابط العامة قالت مية عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري إن سعر الوحدة كاملة تشطيب مئة أربعة وثمانين ألف جنيه بالإضافة إلى خمسة بالمئة من سعر الوحدة كوديعة صيانة ومبلغ مقدم الحجز أحد عشر ألف جنيه يرد في حالة عدم التخصيص على صعيد آخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا مع مسؤولي كبرى شركات المقاولات المصرية لبدي تنفيذ منطقة الأبراج بمدينة العالمين الجديدة والمباني المتعددة لاستخدامات وذلك بحضور استشاري المشروعات المختلفة وعرض الوزير على الشركات مخطط المدينة السياحية وكذلك الرسومات المعمارية للمباني التي سيتم تنفيذها والتي تشمل أبراجا ذات واجهات مطلة على البحر مباشرة وأخرى على البحيرة التي يتم الانتهاء من تنفيذها حاليا بالإضافة إلى مباني متعددة لاستخدامات ليصل حجم الأعمال المطلوبة إلى نحو الواحد وأربعة من عشر مليون متر مربع من المباني إلى وزير الزراعة حيث قرر وزير الزراعة واستصلاح الردود دكتور عبد المنع البنة تشكيل لجنة لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد للإشراف على عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار من المزارعين ومتابعتها أولا بأول ونص القرار على أن تتم عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار من خلال الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي مع الجهات التي تحددها وتختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها كما قرر الوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة وحدة حلق الأقطان وإعداد التقاوي بمعهد بحوث القطن برئاسة مدير معهد بحوث القطن بحثت الدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار وتعاون الدولي مع ريتشارد ديكت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بإعداد إطار الشراكة الاستراتيجي للأمم المتحدة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022 والذي يتم الإعداد له حاليا ناقش الجانبان نتائج المشاورات التي أقرتها الوزارة والأمم المتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الإطار للوقوف على آخر المستجدات في الاحتياجات التنموية وتحديد مجالات التعاون مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة إلى قراءة سياسية مع الهام نمر وعليم مبارح شكرا لك حسابي شكرا لك حسابي شكرا لك أردمان العراقي أن تحرير مدينة الموصل خطوة مهمة نحو استعادة آخر المناطق العراقية التي يسيطر عليها تنظيم داعش الأرهابي لفتنا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة التنظيمات الأرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار العراق والمنطقة من جانبه جدد السفير الأمريكي حرص بلاده على دعم العراق في حربه ضد الأرهاب مؤكدا أن وحدة العراق في مواجهة تنظيم داعش الأرهابي خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار والأمن في جميع مناطق البلاد أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي إن القوات الخاصة قد بسطت سيطرتها التامة على المنطقة الواقعة خلف أقواس الفندق البلدية التي كانت تتحصل فيها فلول بقايا المجموعات الإرهابية وأشار الزوي إلى أن القوات المسلحة قد استهدفت بالمدفعية أماكن كانت الجماعات الإرهابية تلوذ بها حيث فككت الهندسة العسكرية الغامن زرعها الإرهابيون في عدد من المباني لعرقلت بسط الجيش سيطرته على المنطقة والحاق خسائر بشرية بقوات الجيش التي أغلقت العديد من الطرق وقامت بتمشيط المنطقة والآن موعد وقفتنا الثانية في هذه البانوراما الوقفة الرياضية ألاء حامد تقرأ على حضرتكم النشرة الرياضية إليك يا ألاء شكرا دكتور علي وإلهام وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه الوقفة الرياضية وأبرز ما فيها الأهلي يفتتح مشواره في البطولة العربية للأندية ومواجهة الفيصلي الأردني ختاما هذا تذكير بأبرز العنوين إن الإرهاب ظاهرة معقدة لها جوانب متعددة ولعل من أهمها وطال الصبر عليه هو دور الدول والجهات التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله خلال افتتاحه قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريك دفعات القليات والمعاهد العسكرية الرئيس السيسي يؤكد عدم التسامح مع من ينفقون المليارات لتمويل الإرهاب داخل مصر والدول العربية الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعات جديدة من طلبة القليات والمعاهد العسكرية للمرة الأولى في حفل واحد جنايات القهرة تقضي بالإعدام شنقا على 28 متهما لإدانات في قضية اغتيال النائب العام هشام بركاب عند هذا الحد تنتهي بانورام النيل شكرا للمتابعة لقاءنا على رأس الساعة بإذن الله